هذا كتابنا ينطق عليكم هذه قراءتهم قراءة الأطهار من آل محمد هكذا يقرؤون قرآنهم ولذا نحن نفسر قرآنهم بحسب ما يقرؤون لكننا نتل القرآن بحسب ما كتب في المصاحف هم أمرونا بذلك هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون المضمون هو هو في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذا هو الإمام الناطق وهذا هو الكتاب الناطق أتعرفون ما معنى كتاب في لغة العرب إذا أردنا أن نعود إلى أصل الكلمة فهي مأخوذة في جذرها اللغوي من الكاف والتاء والباء الكتب هذا هو جذر كلمة الكتاب في علم اللغة للكلمات جذور جذر هذه الكلمة ما هو كاف تاب إذا أردت أن تبحث عنها في المعاجم أليس تبحثون عنها في الباب الذي يبدأ بحرف الكاف ثم ندخل في داخل ذلك الباب إلى فصوله المتعددة حيث نذهب إلى الفصل الذي تأتي التاء بعد الكاف وهكذا فجذر الكلمة كاف تاء الكتب الكتب في لغة العرب تعني الجم وقيل لها كتاب لأننا نجمع الحروف مع بعضها فنشكل منها كلمات ونجمع الكلمات مع بعضها فنشكل منها جملا ونجمع الجمل مع بعضها فنشكل منها سطورا ونجمع السطورة مع بعضها فنشكل منها صفحة ونجمع الصفحات مع بعضها فنشكل منها مصحفا نشكل منها كتابا سفرا قولوا ما شئتم فالكتب هو الجم وحينما يقال كتيبة من الجند هي مجموعة من الجند قد انتظم موقفها فلا يقال لمجموعة مثلا من الناس حتى لو كانوا في تظاهرة في الشارع من أنهم كتيبة لأنهم لا ينتظمون بشكل هندسي مرصوف فيقال لكتيبة الجند لمجموعة من العسكري لمجموعة من البشر الذين هم عسكريون يقفون في صفوف منتظمة ويتحركون بحركات متناسقة قد دربوا تدريبا واحدا ويلبسون زيا موحدا ويحملون أسلحة متشابهة إنهم الكتيبة كتيبة الجند مجموعة الأفراد الذين يجتمعون بشكل متناسق ومهندس كذاك هي الكتابة الكتاب الناطق الكتاب الناطق إنه الحقيقة الجامعة بشكل منظم ومهندس ومرتب وكل شيء أحصيناه الإحصاء هو أن نعد الأشياء وأن نصنفها وهذا هو بالضبط ما يفعله المتخصصون في علم الإحصاء دوائر الإحصاء في كل دول العالم وزارات الإحصاء مؤسسات الإحصاء ماذا تفعل إنها تصنف الأشياء ترتب المجموعات تنظم المتشابهات إنها تضع كل شيء في حقله الخاص وفي ضوء ذلك وعلى أساسه يتم وضع المخططات لإدارة البلدان وهكذا يجري الأمر في عالم التكوين فهناك مؤسسة الإحصاء إنها مؤسسة الإحصاء الإلهي أين مركزها الرئيس إنه قلب الحجة بن الحسن ومن هنا في ليلة القدر يتنزلون من كل أمر وبكل أمر إلى أين إلى مركز الإحصاء في الوجود ما هكذا الروايات والأحاديث تخبرنا هذا هو أن ناطق عن الله وهذا هو أن ناطق عن كتاب الله من هنا نأخذ القراءة الصحيحة ومن هنا نأخذ التفسير الصحيح لا من سقيفة بني ساعدة ولا من سقيفة بني مرجعية بني نجف بني طوسي إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين من هنا يصدر التفسير لأن التفسير قد أحصي فيه ومن هنا يصدر القرآن لأن القرآن قد أحصي فيه ومن هنا تصدر الحقيقة لأن الحقائق قد أحصيت فيه فهذا هو الكيان الإلهي الجامع لكل الحقائق والكتاب هو الإمام والإمام هو الكتاب حتى في اللغة في جذور المعاني فالكتاب الحقيقة الجامعة كما بيّنت لكم قبل قليل في معنى الكتب والكتاب هو الكيان الجامع لكل الحقائق المنتظمة والمنتظمة والإمام الإمام في جذره من الأم وحتى لو كان من الأم أكان من الأم أم كان من الأم والمعنيان مجتمعان فيه فالأم الأصل فهو الأصل والأم الجهة التي تتوجه إليها المتوجهات بهم الجهة التي تتوجه إليها المتوجهات بهم سكنت السواكن وبهم تحركت المتحركات كما في الزيارة الجوادية المروية عن إمامنا الجواد التي نزور بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وكما في زيارة الندبة التي نزور بها إمام زماننا وقد مر الحديث عنها حينما كنا نتحدث في الصحيفة الثانية أصل الأصول فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل فما شيء منا فإذا ما أردنا أن نعرف قرآننا على مستوى القراءة على مستوى التفسير فإننا نعود إليكم فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل كل الحقائق تنطق بهذا بعد هذا يأتي أغبياء النجف من آيات الله العظمى في الحقيقة من آيات الشيطان العظمى يقولون إن الأحاديث التفسيرية ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال إذن أين التفسير الذي يجب أن يصدر عنهم أين هو إذا لم تكن الأحاديث التفسيرية التي عندنا في جوامع الأحاديث التفسيرية إذا لم تكن هي هذه التي نفسر بها قرآننا إذن أين تفسيرهم للقرآن فهم قد حصرون في مكان وقالوا لنا من أن التفسير لا يكون إلا من قبلنا حصرون كل هذه الآيات ومر علينا في الحلقة الماضية من أن القرآن أنزل لأي شيء لكي يبين للناس ما هذا مر علينا في سورة النحل في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وأنزلنا إليك إلى محمد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فالذكر أنزل لكي يبين للناس فأين بيانهم أين بيان محمد قلنا تلك هي مرحلة التنزيل ونسخت أين بيان علي وآل علي إنها الأحاديث التفسيرية التي أقرأها عليكم من جوامع الأحاديث التفسيرية أغبياء النجف الذين يقال لهم المراجع يضعفون هذه الأحاديث إذن أين تفسيرهم فهل من المنطقي أن نبايع علي أن نبايع الله أولا وأن نبايع محمدا ثانيا وأن نبايع علي ثالثا وأن نبايع صاحب الزمان رابعا على أن التفسير لا يؤخذ إلا منهم ولا يحفظون لنا تفسيرا ولا يبقون لنا تفسيرا أي أئمة هؤلاء لكن هذا الكلام لا ينطبق عليهم وإنما أقول عن هؤلاء المراجع أي أغبياء هؤلاء أي ثولان أي غبران أي جهال هؤلاء هذا مديح لهم مديح في أعلى درجات المدح وإلا إن لم يكونوا كذلك فهم شياطين لعناء أنجاس سيكونون لكن هذا مديح لهم ثولان أغبياء غبران طايا حظهم هذا مديح من أعظم المديح لهم لأنهم قطعا لن يكونوا علما هم إما شياطين وإما طايا حظهم غبران لا توجد على ذلك فأحسن المحامل أن نحملهم على أنهم أغبياء ثولان غبران طايا حظهم فهذه أحسن المحامل أنتم اقترحوا علي الذي لا يرى هذه الحقائق بعينه بعين عقله وقلبه هذا إما أعمى الله بصيرة فهو شيطان نجس خبيث وإما أنه غبي أثول أحمق هل يمكن أن يكون عالما مهتديا حكيما فاضلا فقيها لبيبا عاقلا يمكن أن يكون كذلك لا يمكن هو إما هكذا وإما هكذا فأنا من حسن ظني بهم أصفهم بهذه الأوصاف التي هي أفضل من الأوصاف الثانية لأنني لا أجد وصفا آخر القضايا واضحة القرآن بكله يقول لنا من أن التفسير لا يؤخذ إلا منهم إذن أين تفسيرهم إن لم تكن الأحاديث التفسيرية التي عندنا تفسيرا لقرآنه القضية واضحة هو هذا تفسيرهم أما هؤلاء مراجع النجف قبحهم الله سود الله وجوههم جاءوا فدمروا تفسير أهل البيت وكتبوا لنا منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا كتبوا لنا خراء وضلال وقمامة أسموها تفسير وخالفوا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تفسيرهم موجودة تفسير أهل البيت موجودة وتفسير مراجع النجف موجودة وبإمكانكم أن تقارنوا تقارنوا بين طهارة تفسير آل محمد وبين خراء تفسير مراجع النجف بإمكانكم أن تقارنوا وأن تكتشفوا الحقيقة مثل ما فعلت أنا فالقضية واضحة وهذا ما هو بإدعاء الكتب موجودة وبإمكانكم أن تعودوا إلى ذلك بأنفسكم وإذا تريدون الأمر بشكل مختصر وموجز فعودوا إلى برامجي فإنني قد سهلت عليكم الطريق قد عرضت الكثير من الحقائق بهذا الشأن في مئات ومئات من الساعات عودوا إلى برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية ومن سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أذهب بكم إلى سورة المؤمنون وإلى الآية الثانية والستين بعد البسملة من سورة المؤمنون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون لم ترد عندنا روايات بشأن هذه الآية كيف تقرأ الروايات وردت بشأن الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة الجاثية وقرأت عليكم نموذجا من تلك الروايات في الجزء الثامن من الكاف الشريف وهناك ذكر لهذا المضمون أيضا في تفسير القمي المضمون هو هو الذي تحدث عنه أبو بصير جاء مذكورا في تفسير القمي وتفسير القمي من جهة التاريخ مؤلف قبل الكافي فالقمي هو من أساتذة الكلين من أساتذة مؤلف الكافي فالرواية أيضا موجودة هنا في تفسير القمي لكن بشأن هذه الآية ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولدينا كتاب ينطق بالحق الكتاب هنا ناطق وعلي هو الكتاب الناطق هذا يقودني إلى سورة البقرة نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية الثانية من سورة البقرة بعد البسملة فبعد البسملة ينطق ألف لام ميم هذه الآية الأولى بعد البسملة تأتينا الآية الثانية ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يقولون في كتب التفسير ولا شأن لنا بهم وبما يقولون الكتاب هل هو القرآن لن يكون الكلام منطقيا أبدا فهل من المعقول أن أعطيك كتابا وأقول لك ذلك الكتاب فقرأه وأقصد هذا هل هذا كلام منطقي ما هو الكتاب بين يدي والحديث عن المصحف هو صورة لفظية للكتاب الحقيقي في صدورهم صلوات الله عليه المفسرون هكذا يقولون المراد من الكتاب هو القرآن وقالوا من أن ذلك تشير إلى المكان البعيد وهو تعبير بلاغي عن علو مكانة القرآن ولكن هذا الكلام هراء في هراء لا يمكن أن أقدم لك كتابا وأقول لك ذلك الكتاب فقرأه وأنا أقدم لك الكتاب هذا الكلام ليس منطقيا الكتاب بين يدي من مراد ذلك الكتاب أين هو هذا الكتاب ما هو هذا الكتاب إذا كان الحديث عن الكتاب نفسه الشيء المنطقي هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خصوصا ونحن في بداية هذا الكتاب وهذا شيء طبيعي حينما أؤلف كتابا وأبدأ في المقدمة فأقول هذا الكتاب هذا التأليف كذا 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 نحن الآن في بداية القرآن سورة الفاتحة وبعدها بدأت سورة البقرة وهذه بداية سورة البقرة فحينما تقول السورة ذلك الكتاب إذا كانت تقصد هذا المصحف الذي بين أيدينا فهذا الكلام ليس بليغا أبدا وهذا الكلام ليس منطقيا ولا يمكن أن يصدر عن متكلم حكيم هذا الكلام يخالف الذوق يخالف الذوق ليس في لغة العرب فقط في كل لغة في العالم لا يمكن أن أقدم كتابا لشخص في أية لغة من لغات العالم وأقول لذلك الشخص ذلك الكتاب مثلا فبعه ذلك الكتاب فقرأه سيستغرب هذا الذي يأخذ الكتاب مني عن أي كتاب هذا يتحدث عن هذا الكتاب إنه قد أخطأ في التعبير سيقول هكذا مراده هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وإذا أردنا أن نستمر في قراءة الآيات فإن الآيات ستثبت لنا من أن الكتاب هنا ما هو هذا القرآن الذي صورته بشكل مكتوب ومقرو المصحف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك هذا هو الذي يقصد به المصحف هذا هو القرآن المكتوب والمقرو والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وحتى هذا إذا أردنا أن ننظر إليه بالدقة المتناهية فإن المقصود ما أنزل على قلبه فإن الإنزال لم يكن في هذه الأوراق والذين يؤمنون بما أنزل إليك الإنزال كان في قلبه على قلبه فلم يكن في هذه الأوراق وإنما بعد ذلك ترجم ذلك الإنزال بهذا الشكل المكتوب والمقرو لتسهيل الأمر علينا ومع ذلك فإن الآية هنا تشير بالذات إلى ما أنزل على قلب محمد وبالعرض إلى الذي هو موجود بين الدفتين بالعرض والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إذن بشكل قطعي فإن الكتاب الذي أشير إليه في أول السورة ما هو بالمضمون الذي أنزل على قلب محمد ولا هو بالمضمون الذي كتب فيما بين الدفتين إنه عنوان لحقيقة أخرى حقيقة جامعة الكتاب الكيان الجامع بين الحقائق المجموعة والمنتظمة الآيات واضحة فلا يمكن أن يقصد بالكتاب القرآن الذي هو المصحف وتقول الآية من أنه هو هدى للمتقين ثم تتحدث عن المتقين ويأتي في سياق أوصافهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية تحدثت عن أن الكتاب هدى للمتقين وانتهى الكلام هذا إيمان آخر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذا الإيمان عطف على ما جاء في الآية التي قبل هذه الآية الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب بحسب تفاسيرهم الإشارة إلى الحجة ابن الحسن إمام يغيب وهو مجمع غيب الغيوب إمام يغيب وهو مجمع الغيب ومركز الغيب في عالمنا هذا الذي نعيش فيه الذين يؤمنون بالغيب وبغض النظر عن هذا التفسير الذين يؤمنون بالغيب فإنهم يؤمنون بنزول القرآن على قلب محمد فحتى هذا العنوان يشتمل على القرآن الذي أنزل على قلب محمد الكتاب إذن شيء آخر الكتاب هو ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء ماذا يقول آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسيرهم لقرآنهم هذا هو تفسير القمو هو تفسير أئمتنا إنها أحاديث الباقر والصادق والكاظم والرضا أحاديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 33 في بدايات سورة البقرة بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه قال الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين قال بيان لشيعتنا الصادق يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين قال بيان لشيعتنا إلى آخر ما جاء في تفسيرهم الشريف ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك علي الكلام منطقي جدا فإن القرآن يتحدث عن شيء يشير إليه يشير إليه لأنه لا يتحدث عن نفسه لا يتحدث عن هذا الكتاب الذي يكتب ويقرأ وإنما يتحدث عن كيان وعن حقيقة جامعة وألف لا ميم هي رموز أسرار ترتبط بذلك الكتاب ألف لا ميم رموز هذه الرموز هذه الرموز تشير إلى شيء ذلك الكتاب ذلك علي الحقيقة الجامعة ما نحن قرأنا يا أشياع عليين قرأنا في سورة الزخرف في الآية الرابعة بعد البسملة وإنه وإن القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وقرأت عليكم ما جاء في الزيارات والأدعية والروايات صريحة في تفسير الآية في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما أردد هذه الكلمات دائما في برامجي في دروسي في أحاديثي من أن علي يظهر لي في كل حرف من حروف هذا القرآن إنني أتحدث عن علي وشؤونه حتى الآيات التي تتحدث عن أعداء الله إنها تذكرني بعلي فإنما تستكشف الأشياء من أضادها فعينما تتحدث الآيات عن فرعون وفرعون عنوان لطاغية موسى النبي وعنوان لطواغيت هذه الأمة للطواغيت في زمان علي وللطواغيت بعد زمان علي فرعون عنوان لسقيفة بني ساعدة في أحاديث العترة الطاهرة هذا ما هو كلامي هذا كلامهم هذا تفسيرهم أنا حين أحدثكم عن مضامين القرآن لا أحدثكم عن شيء من عندي أحدثكم عن تفسيرهم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فمرارا وكرارا أقول في برامجي وأحاديثي من أنني أشم عبق علي في كل جهة من جهات هذا الكتاب الكريم ومن أن علي يتجلى لي قبل كل حرف وبعد كل حرف ومع كل حرف لأن الحروف هذه رموز تشير إلى تلك الذات العلوية الحكيمة المقدسة وإنه لعلي حكيم القرآن يتعدث عنه هكذا الله الذي يقول عنه هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك علي هو الكتاب الناطق نعود إلى سورة المؤمنون وإلى الآية الثانية والستين بعد البسملة من السورة ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق إنه علي الحق مع علي وعلي مع الحق لكن من الذي يدور حول من علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار الحق يدور معه لماذا لأن الحق لا يتحقق إلا بعلي لأن علي جوهر الحق لأن علي حقيقة الحقائق لأن علي هو حق الحق ولذا فإن الأعراض تعود إلى أصولها الذاتية كما يقولون في الفلسفة إنما في العرض يعود إلى ما بالذات فكلها أعراض في فناء علي والحقيقة التي لا شك فيها لا ريب فيها علي ذلك الكتاب ماذا فيه لا ريب فيه لا شك فيه لأنه هو الحقيقة الجامعة لكل الحقائق والتي تتذوت الحقائق بفيضه بفيض تلك الحقيقة إذا كان للحقائق من تذوت المراد من تذوتها أن صارت حقائق لها ذاتياتها تتذوت الحقائق بفيض علي أما علي فذلك شأن آخر بأي شيء يتذوت ذلك شأن آخر إنه وجه الله لا فرق بينك وبينها صلوات على بقية الله هذه الكلمة فتحت لنا كل الآفاق وأزالت كل المعضلات ودفعت بكل الأوهام بعيدا عن طريق الهداية والاستقامة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك صلوات وسلام عليهم مدام نفس ومدام ومدام دم يتدفق في كل شريان من شرائين سلام عليهم ورحمة من الله وبركات نذهب إلى فصل ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق كما قلت لكم فإن الحق يدور مع علي حيثما دار وهم لا يظلمون إنها الآية الثانية والستون بعد البسملة من سورة المؤمنون أذهب إلى اللقطة الثانية قرأت عليكم من سورة القيامة من الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إنهم آل محمد ثم إن علينا بيانه تفسيره وشرحه على محمد وآل محمد وقرأت عليكم ما جاء في تفسير القمه بهذا الخصوص وأشرت إشارة عابرة إلى أنه في قواعد التفسير عندهم صلوات الله عليهم ضميرنا في الآيات الكريمة قطعا بحسب السياق وبحسب القراء الواضحة وبحسب الروايات أيضا فإن ضميرنا للمتكلمين وإن ضمير نحن للمتكلمين يعود على محمد وآل محمد أضرب لكم مثالا نحن هكذا قرأنا في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه يعني قراءته ومر الحديث عن معنى الجم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وهذا المعنى يتحقق في زمان ظهور الحجة ابن الحسن وإلا في زمان الغيبة فإننا نقرأ بقراءة المصاحف ثم إن علينا بيانة أما التفسير فلابد أن نأخذه منهم هكذا بايعنا في بيعة الغدير لاحظوا الدقة في برنامج بيعة الغدير لم نبايع على أن نقرأ كما يقرؤون ولكننا بايعنا على أن نفسر كما يفسرون وإنما أمر القراءة هذا راجع إلى الوجه المتحرك من بيعة الغدير المحمدية الأئمة قالوا لنا اقرأوه كما يقرأ في المصاحف كما يقرأه الناس فنحن ما بايعنا في بيعة الغدير على أن نقرأ كما يقرؤونهم وإنما نلتزم بأوامرهم فإذا ظهر صاحب الأمر وأمرنا أن نقرأ بقراءته فإننا سنقرأ بقراءته أما في التفسير فهذه القضية لا مجال للمسامحة فيها لأن حقيقة القرآن ليس في قراءته وإنما في مضمونه ثم إن علينا بيانه ضميرنا مثلا جاء في سورة الغاشية في سورة الغاشية في الآيتين الأخيرتين من سورة الغاشية الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من آيات سورة الغاشية بعد البسملة إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ضميرنا قط عنهنا يعود على محمد وآل محمد نحن هكذا نقرأ في القول البليغ الكامل في الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نقرأ وهكذا نخاطبهم والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه ولذا يدور معهم حيث ما دار والحق معكم تلاحظون التطابق بين الآيات والروايات والزيارات والأدعية ألا لعنة على منهج حوزة النجف ألا لعنة وبيلة على منهج مراجع حوزة النجف الذين اتدمروا ثقافة أهل البيت وجاءونا بقذارات النواصب جاءونا بعلم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام وقواعد التفسير العمر أبعدونا عن آل محمد سود الله وجوههم قبح الله مناظرهم لقد فعلوا هذا بأجدادنا وآبائنا ورجعوا إلينا واستحمرونا استحمرونا هؤلاء أعود إلى زيارة الجامعة الكبيرة والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم آل محمد وحسابهم عليكم ماذا نقرأ في سورة الغاشية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ضميرنا بحسب قواعد التفسير يعود على محمد وآل محمد قلت لكم بحسب السياق بحسب القرائن بحسب الأحاديث هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل لكنني جئت لكم بهذا المثال كي تتضح الصورة والفكرة عن الآيات التي قرأتها عليكم من سورة القيامة من أن البيانة من أن التفسير على محمد وآل محمد نأخذه منهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هكذا نقرأ في القول البليغ الكامل إنها الزيارة الجامعة الكبيرة دستورنا العقائدي وإياب الخلق إليكم آل محمد وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا هو قرآنكم وهذا هو تفسيركم وهذه هي ثقافتكم ألا سود الله تلك الوجوه التي بعدت فيما بيننا وبينكم منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين لا زال إلى اليوم المرجع الأعلى فما دون إلى المرجع الأسفل إلى المرجع الحضيض يمارسون نفس الدور في إبعادنا عن ثقافة العترة الطاهرة حيث ينشرون لنا وكلاء الجهل والسفاهة والدناء وخطباء الحقارة والكذب أولئك الذين لا يعبدون إلا بطونهم وفروجهم قمامة على المنابر وقمامة في المساجد يبعثون بها إلينا كي يحول فيما بيننا وبين ثقافة العترة الطاهرة صارت الصورة واضحة لديكم ونحن نقرأ إن علينا جمعه وقرآنه إن إلينا إيابه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لقطة جميلة وجميلة جدا نذهب إلى فاصل لقطة ثالثة أعود بكم إلى سورة الزخرف لن أعيد الكلام الذي تقدم في الحلقة الماضية لكن بقيت لقطة لم أجد وقتا لذكرها إنها مفيدة ونافعة جدا كي تطلع على أبجديات الثقافة القرآنية الغديرية وفقا لبيعة الغدير سورة الزخرف الآية الثالثة بعد البسملة إن جعلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون مر الكلام في هذا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أم الكتاب في عالم الحقائق الحقيقة المحمدية هناك هناك في عالم القدس هناك هناك حيث الكلمة الأتم هناك هناك حيث أم الكتاب أم الكتاب أم الكتاب أصله الحقيقة الحقيقة الجامعة لكل الحقائق من أولها إلى آخرها من ظاهرها إلى باطنها إنها الوطن القديم وطننا القديم إنها أمنا الأصل إنها الحقيقة المحمدية مشيئة الله التي خلقها بنفسها وبعد ذلك خلق الأشياء بالمشيئة خلقنا بالمشيئة تلك إنها الحقيقة المحمدية العظمى وإنه في أم الكتاب لدينا خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره الإسم الأعظم 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 خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره لدينا في ظلنا وإنه حقيقة القرآن في أصلها في تأويل تأويلها وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لكن في عالم الذكر الملفوظ والمكتوب والمكتوب والمقرؤ أين هو إنه في سورة الفاتحة إنه الصراط المستقيم إنه علي الذي يتجلى من النقطة التي تحت الباء وأنا النقطة تحت الباء علي علي الذي تحدق حقيقته بنا ما هم يحدقون بعرش الله فما قيمتي أنا وما قيمتكم أنتم ما نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة إنها دستورنا العقائدي الشيعي ما هكذا نقرأ نخاطبهم وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين الحديقة حديقة لأنها تحيط بالبيت من كل جهاته ويقال لحدقة العين يقال لها حدقة أو يقال لها حدقة لماذا لأنها تحيط بالصورة فلينظر أحدكم إلى الذي بجانبه الصورة التي يراها أين تكون تكون في حدقة العين في سواد العين قيل لها حدقة أو حدقة لأنها تحيط بالصورة هم محدقون بالعارش فمن أنا ومن أنتم هل تستغربون حينما أقول من أنهم يحيطون بي ويحيطون بكم تستغربون هذا من حقكم لأن رؤوسكم قد ملأها غبران النجف بالثقافة الناصبية القذرة ملأها هؤلاء الخطباء الحمير الذين يصعدون على المنابر باسم الحسين ملأوا عقولكم بخراء وقذارات حوزة النجف ثقافة العترة هي هذه هذا قرآنهم وهذه أدعيتهم وهذه زياراتهم وهذا تفسيرهم وهذه رواياتهم وهذا كلامهم الذي أضعه بين أيديكم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أم الكتاب في عالم الذكر في عالم ما بين الدفتين سورة الفاتحة هي أم الكتاب أين هو في أم الكتاب علي الصراط المستقيم ألا سود الله وجوه مفسري الشيعة عودوا إلى تفاسيرهم إما أن يفسروا الصراط المستقيم بجادة الشر عودوا إلى تفسير الخوع إلى تفسير البيان وقرأوا ماذا قال عن الصراط المستقيم فسره بجادة الشر وعودوا إلى الطوس وعودوا وعودوا إلى الجميع حتى الذين ذكروا علي من جملة معاني الصراط المستقيم ذكروه معنا ثانويا قبَّحهم الله الصراط المستقيم علي فقط هو المعنى الأول والآخر القرآن هكذا يقول ما هو الذي حدثنا في سورة الزخرف عن أن العلي الحكيم موجود في أم الكتاب ما سورة الفاتحة هي رمز للحقيقة المحمدية إذن أين رمز علي رمز علي الصراط المستقيم تتصورون هذا الكلام تصطير مني ترتيب من عندي وحق الحسين كلا وكلا هذا حديثهم هذا تفسير القم نعود إلى ما جاء في تفسيرهم الشريف الطبعة نفسها صفحة ستمية واحد وعشرين في تفسير الآية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يعني أمير المؤمنين مكتوب في الحمد يعني في سورة الحمد في قوله اهدنا الصراط المستقي هذه رواياتهم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق هو أمير المؤمنين هذا تفسيرهم لقرآنهم نعود إلى سورة الفاتحة في التفسير نفسه في أحاديث التفسير عن الباقر والصادق وعن سائر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ألا لعنة على تفسير مراجع النجاف من تفسير الطوس إلى مجمع البيان إلى تفسير الميزان إلى كل تفسير الشيعة ألا لعنة على تفسيرهم وضعوا وضعوا تفسير محمد وآل محمد جانبا وركضوا إلى العيون الكدرة القذرة من تفسير النواصب وضحكوا علينا ضحكوا على أجدادنا وآبائنا منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجاف سنة أربعمية وثمانية وأربعين وهم يصبون خراءهم في رؤوسنا في الطبعة نفسها صفحة واحد وثلاثين عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قوله الصراط المستقيم قال هو أمير المؤمنين في سورة الفاتحة الصادق يقول الصراط المستقيم قال هو أمير المؤمنين ومعرفته اهدنا الصراط المستقيم نحن نطلب معرفته هنا الصادق يقول في قوله الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفته ويستمر الإمام الصادق صلوات الله عليه والدليل على أنه أمير المؤمنين في سورة الفاتحة قوله قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب في أم الكتاب في عالم الذكر الحكيم أما في عالم الحقائق والتكوين الإلهي فإن أم الكتاب الحقيقة المحمدية وما الفاتحة إلا رمز لها والعلي الحكيم هناك في الحقيقة المحمدية فمحمد هو علي وعلي هو محمد والنور نور واحد ما نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من أن نورهم واحد من أن طينتهم واحدة في عالم الذكر في عالم الألفاظ المرموس إنا جعلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلوا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا هو عليكم وهذا هو قرآنكم بتفسير بيعة غديركم إن كنتم شيعة للحجة بن الحسن ومن هذه اللقطة سأذهب بكم إلى سورة الحجر وإلى الآية التاسعة من سورة الحجر إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صارت الصورة واضحة الآن أو لا أين أنزل الذكر ومن أين نأخذه من نفس الخزانة التي يحفظ فيها هذا الذكر ليس منطقيا ليس منطقيا أن الإنزال يكون على قلب محمد وأن المحافظة على الذكر بسبب الصحابة وبسبب هذه الأمة الخائنة التي ارتدت بعد أن قتلت رسول الله كيف يحفظ الذكر في هذه الأمة أمة قتلت نبيها وارتدت عن دينه ما أنا قرأت عليكم الأحاديث من الكاف الشريف ومن صحيح البخاري أمة ارتدت بعد نبيها كيف تحفظ لنا قرآنه أي منطق هذا سؤال سلوا أنفسكم أي الأمرين أهم إنزالوا القرآن أم حفظ القرآن أي الأمرين أهم هل أن الله مهتم بإنزال القرآن هل أن محمدا بحاجة إلى إنزال القرآن محمد ليس محتاجا لذلك محمد هو القرآن محمد هو الإسم الأعظم لله ليس محتاجا ليس محتاجا لإنزال القرآن وإنما أنزل القرآن لأي شيء لتبين للناس إنه حاجة لبني البشر ولغيرهم ممن خوطبوا بهذا القرآن فهل الإنزال أهم أم الحفظ أهم قطعا الحفظ أهم إن لم يكن أهم من الإنزال وهو فعلا أهم من الإنزال فهو بمستوى الإنزال فلا يعقل أن الإنزال يكون على خزانة محمد على قلب محمد وحينما يحفظ يحفظ عند أمة مرتدة أي كلام هذا أي هراء هذا فالإنزال مهم والحفظ مهم إن لم يكن أهم وهو فعلا أهم الذي نحتاجه نحن من كل ذلك نحتاج التفسير فإن التفسير لا بد أن يصدر عن القلوب التي أنزل عليها هذا القرآن آيات بينات في صدورهم وعن القلوب نفسها التي هي خزانة لحفظه من هنا يجب علينا أن نأخذ التفسير أقول لكم حتى إذا أردت أن أقبل هراء مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل من أن الأحاديث التفسيرية ضعيفة حتى إذا أردت أن أقبل هذا الهراء وهذا السخف وأقول كما يقولون من أن الأحاديث التفسيرية هذه التي أقرأ عليكم منها هي هذه الأحاديث التفسيرية التي ينكرها هؤلاء الأغبياء في النجف من آيات الشيطان العظمى ينكرون تفسير علي وآل علي ويرقضون وراء النواصب يأتوننا بالقذارات كما يفعل الوائلي وكما يفعل محمد باقر الصدر والبقية يأتوننا بهراء أعداء محمد وآل محمد يضحكون به علينا كلهم كلهم كل الذين كتبوا في التفسير وكل الذين تحدثوا عن القرآن على نفس هذا المنهج الضال للأخرق الناقض لبيعة الغدير حتى إذا افتردت أنني أقبل هراءهم فهل من المنطقي أن عقلي لا يعطي احتمالا بدرجة واحد بالمئة أن هذه الأحاديث الضعيفة يمكن أن تكون قد صدرت عنهم صلوات الله عليهم ولو بدرجة واحد بالمئة مع وجود هذا الاحتمال لماذا أذهب راكضا إلى النواصب لماذا أفسر القرآن بطريقة الفخر الرازي كما يفعل الخوئي وكما يفعل أطباطبائي لماذا أفسر القرآن بطريقة سيد قطب كما يفعل محمد باقر الصادر ومحمد حسين فضل الله وهكذا ومحمد الشيرازي ومحمد تقي المدرسي وفلان 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 الحكاية هي عندهم جميعان الهراء هو الهراء والخراء هو الخراء لأنهم يشربون من آنية قذرة واحدة تجدون كلامي قاسيا ماذا تريدون مني أن أتكلم وأنا أرى تفاسير محمد وآل محمد تداس بالأقدام من قبل هؤلاء الحقراء والضحك علينا قالوا لنا هذه التفاسير ليست صحيحتان أبعدونا عن تفاسير محمد وآل محمد ولا زالوا يضحكون عليكم لا زالوا يضحكون عليكم وأنتم تصدقون هذا الكذب وهذا الخداء وتلاحظون أن الحقائق تبدو كالشمس حينما أقرأ لكم القرآن بحسب ما يريدون حينما أقرأ عليكم القرآن بحسب قراءتهم لأجل تفسيره وحينما آتيكم بالروايات والأحاديث والأدعية والزيارات تتجلل معاني جلية واضحة بين الفضل ليس لي الفضل لهم والسر ليس عندي السر في حديثهم في رواياتهم تجدون غرابة في حديثي واستغرابا بالقياس إلى الآخرين الأمر ليس من قبلي أنتم تستغربون حديث العترة لأن رؤوسكم قد شحنت بقمامة مراجع النجاف بمزاب لخطباء المنبار وكل ذلك يأتون به من النواصب من العيون الكدرة القذرة ماذا تريدون مني أن أتحدد بأي طريقة أعبر إنا نحن نزلنا الذكرى في هذه القلوب وإنا له لحافظون حافظون قدروا الكلام أنتم الذين تعرفون العربية حافظون جمع مذكر سالم وهي صيغة فاعل وصيغة الفاعل تقوم بدور الفعل المضارع الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال ويحتاج إلى فاعل إلى شيء يتعلق به يحتاج إلى فاعل وقد يحتاج إلى مفعول بل إلى مفاعل هناك شيء يتعلق به فعينما تأتي صيغة فاعل التي تنوب مناب الفعل تقوم مقام الفعل المضارع لا بد من شيء يرتبط بها يتعلق بها إنا نحن نزلنا الذكر أين نزلنا إنا نحن نزلنا الذكر أين نزلنا إنا نحن نزلنا الذكر على محمد وآل محمد نزلناه على قلبك يا رسول الله ما هو القرآن بيّن لنا ذلك هذا القيد لم يذكر لأنه واضح معروف فالقرآن ليس من البلاغة أن يذكر من أن القرآن نزل على قلب محمد في كل آية يتحدث فيها عن نزول القرآن لقد قرأت عليكم الآيات التي تخبرنا عن نزول القرآن على محمد وعلى قلب محمد فصار الأمر واضحا إنا نحن نزلنا الذكر على قلب محمد وإنا له لحافظون لحافظون للذكر أي فهل من المنطق أن الذكر يكون في قلب محمد وأن المحافظة عليه ستكون في مكان آخر عند من عند هذه الأمة الغبية عند هذه الأمة المرتدة عند هذه الأمة التي قتلت نبيها وقتلت الزهراء وقتلت أمير المؤمنين وقتلت الحسن والحسين هي هذه الأمة التي تكون خزانة لحفظ كتاب الله سود الله وجوهكم على هذا الفهم سود الله وجوه الذين خدعونا بهذه الترهات تركنا ثقافة محمد وآل محمد وركضنا وراء هؤلاء الأغبياء وراء آيات الشيطان العظمى هم حمير للشيطان واستحمرون أصبحنا حميرا له نذهب إلى فاصل أعود بكم إلى الكتاب الناطق إلى علي صلوات الله وسلام عليه وهذا هو نهج البلاغة الشريف وطبعة دار التعارف للمطبوعات صفحة 350 رقم الحديث 77 في الصفحة 50 بعد 300 ورقم الحديث هو 77 من وصية ومن كلام له مع عبد الله بن العباس مع بن عباس حينما بعثه إلى الخوارج فماذا قال له أمير المؤمنين قال لا تخاصمهم بالقرآن لماذا القرآن حجة أو ليس بحجة قال لا تخاصمهم بالقرآن لماذا لأن الثقافة التي كانت منتشرة هي ثقافة مرحلة التنزيل وهذه الثقافة نسخت لكن الأمة كيف تعي ذلك أمة مرتدة وقد حالوا فيما بين الأمة وبين سيد التأويل القرآني بين الأمة وبين علي فبقيت ثقافة مرحلة التنزيل ولا زال المخالفون في نفس هذه الثقافة مع ما أضافوا إليها من الأكاذيب والتحريف وكذلك مراجع النجف مراجع الشيعة في كل مكان حين أقول النجف لا أتحدث عن الجغرافيا أتحدث عن حوزة الطوس بكل تفاريعها في كل مكان وكذلك مراجع النجف ركضوا وراءهم وحبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل وأضافوا ما أضافوا إليها من تحريفهم ومن آرائهم الخرقاء لا تخاصمهم بالقرآن لماذا فإن القرآن حمال ذو وجوه هناك إبهام وإجمال في القرآن وهذه حقيقة واضحة هناك جوانب واضحة في القرآن بمستوى مرحلة التنزيل أما بمستوى مرحلة التأويل فهناك إجمال وإبهام ولذا فإن المعانية التي أذكرها لكم لا نستطيع أن نصل إليها من خلال النص القرآني وفقا للمفردات التي كانت تستعمل في مرحلة التنزيل اللغة والعرف والثقافة العامة إلى غير ذلك إنما تتضح الحقائق حينما نؤول القرآن بحسب منهجهم التأويلي والتأويل هو تفسير التفسير هو جوهر التفسير وحينما نأتي بأحاديثهم ورواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم كي يتحقق البيان كاملا جليا واضحا ولذا فإن الأميرة يقول لعبد الله بن عباس لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه هل يستطيع أحد أن يشكك في هذه الكلمة من أنها لم تكن قد صدرت من أمير المؤمنين هذه كلمة معروفة يعرفها القاصي والداني من كلمات سيد الأوصياء لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون وهذا هو الذي جرى في الأمة بعد أن أنكرت بيعة الغدير وكذلك في الشيعة بعد أن غدر مراجع الشيعة ببيعة الغدير ونقضوها أن تركوا تفسير علي وآل علي وجاءونا بقذاراتهم التي يسمونها تفاسير ولذا هذا يقول وذاك يقول والكلام كله هراء وخراء يصدر من أفواههم ومن عقولهم القذرة التي تقذرت بثقافة النواصب لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن حاججهم بالسنة والسنة فإن الأميرة يتحدث عن سنة النبي التي نسخت أيضا لكنها بالقياس إلى القرآن ستكون أفضل في المحاججة لأن النبي في مرحلة التنزيل تحدث بأحاديث في مستوى مرحلة التنزيل وتحدث بأحاديث في مستوى مرحلة التأويل للخواص تسرب بعضها وتحدث بأحاديث بمستوى الأحاديث البرزخية وقد ضربت لكم مثالا إنه حديث الثقلين ما هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فثقافة القرآن كانت ثقافة تنزيلية أما السنة ففيها من الحديث مما يناسب مرحلة التأويل وقد تسرب من بين أحاديث الذين حدثهم رسول الله بحديث التأويل وكذلك هناك من الأحاديث البرزخية فبإمكان ابن عباس أن يحتج عليهم بحديث الثقلين مثلا لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصة هذا الكلام سيعخذني إلى جهة أخرى من نهج البلاغة الشريف صفحة 26 أمير المؤمنين يتحدث عن القرآن في مقطع من كلامه هو الثامن عشر بحسب التسلسل في نهج البلاغ في بدايات نهج البلاغ فماذا يقول أمير المؤمنين عن القرآن وهي كلمة مشهورة أيضا وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به ولا تكشف الظلمات إلا به بالبيان الذي في تلك الصدور آيات بينات في صدورهم تكشف الظلمات بذلك وأما إذا رجع الأمر إلى الأمة فإن الإمام قال لابن عباس لا تخاسمهم بالقرآن لا تكشف الظلمات به لماذا فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقول فالقرآن في المصحف لا يوصلنا إلى الحقيقة لا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة من دون مضمون بيعة الغدير هذه هي بيعة الغدير وإن القرآن ظاهره أنيق الظاهر الأنيق أمير المؤمنين يقول لابن عباس لا تخاسمهم به بالظاهر الأنيق فما بالكم بالباطن العميق هل يدركونه إذا كان الظاهر الأنيق أمير المؤمنين يقول لابن عباس لا تخاسمهم به لا تخاسمهم بالقرآن والقوم كانوا عربا ولم تكن القوميات غير العربية قد انتشرت انتشارا واسعا نعم دخلوا في الإسلام لكن ليس كالعصر الأموي وليس كالعصر العباسي نحن لازلنا في زمن قريب من بدايات البعثة نحن نتحدث عن واقعة صفين في زمان خلافة سيد الأوصية وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق الباطن العميق هذا أمر مفروغ منه فإن الأمة لا تدركه لا تفنى عجائبه عجائب القرآن لا تدركها الأمة ولا تنقضي غرائبه وكذلك غرائب القرآن لا تدركها الأمة ولا تكشف وكشف الظلمات إلا به وكشف الظلمات لا تستطيع الأمة أن تزيل الظلمات بالقرآن هذه أمور خاصة بمحمد وآل محمد لكننا نتحدث عن الظاهر الأنيق وإن القرآن ظاهره أنيق بقية الحديث خاصة بمحمد وآل محمد وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به هذا خاص بهم لا شأن لنا به حديثنا عن الظاهر الأنيق وإن القرآن ظاهره أنيق هذا الظاهر الأنيق أناقة التعبير جمال البلاغة حلاوة الأدب كل هذا والقوم عرب ومع ذلك فإن الأميرة يقول لابن عباس لا تخاصمهم بالقرآن ويأتينا مراجع النجف الذين لا يحسنون العربية ولا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم وحق الحسين لا يحسنون قراءة صلواتهم وقد عرضت ذلك في برامجي لا يحسنون قراءة صلواتهم كيف يدركون حقائق القرآن منين يدركون حقائق القرآن منين يجيبون لا تخلونا نحشي منين يجيبوه منين يطلعوه من يامك الظاهر الأنيق والقوم عرب لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون مع ملاحظتي أن الخوارج كما يقول أمير المؤمنين طلبوا الحق وأخطأوه ويقولون طلبوا الحق وأخطأوه لذلك فرق فيما بينهم وبين الأمويين الذين طلبوا الباطل فأصابوه قطعا هناك في الخوارج من كان طالبا للباطل وأصاب الباطل لكن الإمام يتحدث عن عموم الخوارج وعن المنهج الذي دعوا إليه وإلا هم أهل باطل لكن هناك قضية نسبية بالنسبة فالإمام هكذا وصفهم من أنهم طلبوا الحق فأخطأوه بينما الأمويون طلبوا الباطل فأصابوه وهم عرب ونحن في زمن قريب من بداية الإسلام والأمم غير العربية لم تكن قد دخلت بذلك الاتساع كما حدث في زمان بني أمية وبني العباس ومع ذلك فإنهم لا يميزون الظاهر الأنيق للقرآن لذا يقول لابن عباس لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصة وهذا الكلام فيه إشارة واضحة من أن الإمام يدفعنا إلى حديثهم بغض النظر عن الخوارج فإن حديثهم هو الذي سيشرح القرآن ولذا حتى مع الخوارج فإن الإمام دفع ابن عباس إلى الحديث إلى السنة ويخرج علينا فلان وفلان من الآيات ومن المفكرين يقال يقال لهم آيات ويقال لهم مفكرون ولا هم آيات ولا مفكرون يخرجون علينا من أننا علينا أن نعتمد القرآن من دون الحديث من أن الحاكمية تكون للقرآن بالضبط هو منطق الخوارج هذا هو المنطق الذي يتحكم في حوزة الطوس وتفاريعها والله لا يستحق هذا المنطق أن أقول عنه هراء إنه خراء بتمام معنى هذه الكلمة لازلت أحدثكم بحديث الكتاب الناطق بحديث أمير المؤمنين وقت الحلقة انتهى لكنني لا بد أن أكمل كلامي الأمر راجع إليكم تريدون أن تتابعوا معي تريدون أن تتركوا متابعة هذا أمر الراجع إليكم لا بد أن أكمل حديثي صفحة 158 رقم الخطبة 158 أيضا الصفحة 158 والخطبة 158 أمير المؤمنين يحدثنا عن القرآن عن القرآن المصحف عن الكتاب الصامت ماذا يقول يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق ولكن أخبركم عنه بالضبط ما مر علينا بصدد الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة الجاثية وقرأت عليكم من أن الكتاب لم ينطق ولي ينطق وإنما الناطق عن الكتاب هو محمد صلى الله عليه وآله مر هذا الكلام علينا قرأته عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف وهو بعينه موجود هنا في تفسير القمو الأمير يحدث بنفس الحديث تلاحظون أن أحاديثهم التفسيرية مع خطبهم في نهج البلاغة وغير نهج البلاغة بحسب قراءاتهم هم لا بحسب قراءة المصحف وبحسب الزيارات والأدعية والروايات كل ذلك يشير إلى حقيقة واحدة من أن هذه النصوص كلها صحيحة مئة بالمئة وقد صدرت من مصدر واحد ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على منهج مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيط ألا لعنة على مناهجهم القذرة الوسخة ذلك القرآن فاستنطقوه ولين ينطق لن للنفي التأبيدي ولكن أخبركم عن بالضبط مثل ما قال لابن عباس حاججهم بالسنة مع ملاحظة الحيثيات المختلفة فهو يرجعنا إلى حديثهم ولكن أخبركم عن ذلك القرآن فاستنطقوه حاولوا أن تصلوا إلى المضامين لن تصلوا فاستنطقوه الغريب من أن مراجع النجف يأتون إلى هذا الحديث يقطعونه يقولون ذلك القرآن فاستنطقوه نحن نستنطق القرآن ونستخرج المعاني عودوا إلى ما كتبه محمد باقر الصدر في مدرسته القرآنية عودوا إلى تفسير محمد حسين فضل الله عودوا إلى تفسير محمد الشيرازي عودوا إلى تفسير محمد تقي المدرسي عودوا إلى تفسير محمد جواد مغنية عودوا إلى تفسير الميزان للطباطباء عودوا إلى تفسير الأمثل عودوا وعودوا وعودوا كلهم يتحدثون بهذا المنطق من أنهم يستنطقون القرآن وأمير المؤمنين يقول لهم ولي ينطق والصادق يقول لهم قرأت عليكم ولي ينطق بالنفي التأبيدي وهؤلاء يذهبون بالضبط بالاتجاه المعاكس الجميع من الطوس إلى يومنا هذا ولكن كل واحد منهم يعبر بالطريقة التي تناسبه لكن المضمونة النهائية بالنتيجة واحد ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي من أين نستخرجه نحن كيف نستخرجه علم ما يأتي هم الذول الثولان بالنجف الصلاة ما يعرفون يقرونه ما يقدرون يحكوا لهم جملتين ثلاثة أمام الناس وإذا ما تحدثوا يصيرون مضحكة كيف يستخرجون علم ما يأتي من القرآن ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطقه ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونحن إذا فينا من داء هو هؤلاء الثولان كل دائنا من هؤلاء الثولان فهل يستخرجون لنا دواء دائنا من القرآن ما هو كل مصايبنا وكل طيحة صبغنا وكل طيحة حضنا من ذول اللي يسمونهم مراجع بالنجف لا أتحدث عن المرحلة السياسية بعد 2003 في العراق أنا أتحدث عن مراجع الشيعة منذ سنة 448 أنا لا أتحدث عن السياسة هنا أنا أتحدث عن عقيدتنا وعن ديننا وعن قرآننا وعن علاقتنا بإمام زماننا هؤلاء جاءوا ونجسوا فوق كل ذلك ألقوا علينا نجاساتهم وضحكوا علينا قالوا لنا إن نجاساتهم هذه مقدسة ونحن قدسنا نجاساتهم هؤلاء الأوباش ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطقه ولكن أخبركم عنه هم يخبروننا عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودوى أدائكم ونظم ما بينكم لو أننا رجعنا إلى مضمون بيعة الغدير لحصلنا على كل هذا لكن هؤلاء الثولان في النجف من سنة 448 للهجرة يوم أسس الطوسي حوزته المشؤومة وإلى يومنا هذا دمرونا دمرونا ولزالوا يصرون على هذا التدمير ذلك القرآن فاستنطقوه حتى إذا أراد قائل أن يقول هذا الكلام ما هو لأمير المؤمنين النواصب يقولون ذلك ومراجع النجف يضعفون أسانيد نهج البلاغة لكننا إذا جمعنا كل المعطيات جمع المعطيات في لوحة واحدة يشير إلى أن جميع المعطيات صحيحة هذا الكلام والرواية في الكافي والزيارة التي قرأتها وقراءة الآية وما جاء في تفسير القم وما حدثتكم به من أحاديث من مصادر أخرى كلها تلتقي في لوحة واحدة هذا يعني أن المعطيات كلها صحيحة ذلك القرآن فاستنطقوه ولين ينطق ولكن أكبركم عن ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم الوقت يجري سريعا أذهب بكم إلى صفحة 129 إلى الكلام المرقم 125 أمير المؤمنين أيضا إنه الكتاب الناطق يحدثنا عن الكتاب الصامت يقول هذا القرآن ما قال ذلك القرآن بينما هو لا يحمل الكتاب بيده لكن لأن الحديث عنه قال هذا القرآن في سورة البقرة ذلك الكتاب إنه علي لا شك فيه وهذا الذي لا شك فيه هو الذي يحدثنا عن القرآن المصحف يقول هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين خط مستور أي أن معانيه ليست واضحة المعاني مستورة فيه إذن أين هي الآيات البينات الآيات البينات ليست فيما بين الدفتين الآيات البينات بحسب القرآن في تلك الصدور في الصدور التي نزلت فيها الآيات البينات أما في الذي ما بين الدفتين فهو خط كتبه أحد بني آدم بحبر لا ندري هل هو نجس أم طاهر نحن نبني على الطهارة ولكننا لا نعلم حقيقة طهارته ونحن رأينا بأم أعيننا أيام صدام كيف أنهم كتبوا القرآن بدمه النجس بدم صدام النجس ما هذا رأيناه بأم أعيننا كتبوا آيات القرآن الكريم بدم صدام النجس بدمه النجس وهو نجس صدام النجس ودمه نجس فنجاسة دمه تكون مركبة ما هذا رأيناه بأم أعيننا ما يدرينا هذا الحبر هل هو طاهر أم نجس هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين مستور هو آيات بينات في صدورهم أما هذا الذي بين أيدينا خط مستور بين الدفتين لا يظهر لنا منه شيء إلا إذا رجعنا إلى مضمون بيعة الغدير وطبقنا مضمونها هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ليس عنده من لسان لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان هذا يعني أن القرآن في مرحلة التأويل لغته لغة أخرى لا تفهم بنفس الموازين التي فهمت بها في مرحلة التنزيل بحسب اللغة والعرف والثقافة الشائعة وإنما يفهم بلغة جديدة بمصطلحات جديدة إنه لحن القول إنها معاريض الكلام المحمدي العلوي إنه التأويل الذي يجب أن نأخذه من علي وآل علي إنها قواعد المنطق العلوي هذا علي يفهمكم بعدي هذه هي بيعة الغدير هل تعرفون بيعة الغدير بهذه المعرفة هل ثقافتكم القرآنية بهذا المستوى هل حدثتكم بشيء من عندي كل الذي جئتكم به من القرآن من نهج البلاغة من مفاتيح الجنان من الكاف من تفسير القم ومن أمثال هذه الكتب وأعتقد أن القرآن في بيوتكم موجود وأن مفاتيح الجنان موجود أيضا وفي كثير من البيوت نهج البلاغة موجود أيضا عودوا إليها وقرؤوها وتتبعوا الكلام الذي ذكرته لكم هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما وإنما ينطق عنه الرجال أي رجال هؤلاء الذين ينطقون عن الصحابة أبناء الحبابات الصحابة الجهال الذين كانوا لا يحسنون الأدب مع رسول الله القرآن حدثنا عن أحوالهم السيئة وعن قباحاتهم التي كانوا يقومون بها مع رسول الله ومع بيت رسول الله وحتى مع نساء رسول الله القرآن نهاهم ونهاهم هؤلاء الصحابة الذين لا يملكون أدبا أدنى مستويات اللياقة ما كانوا يملكونها هؤلاء هم الذين ينطقون عن القرآن لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال من هم هؤلاء الزيارة الجامعة تخبرنا ماذا نصنع للزيارة الجامعة كل شيء فيها كل شيء فيها إنها القول البليغ الكامل جننتني هذه الزيارة كل شيء فيها فماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من أن الله رضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصار لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه أين يخزن علم الله أين يخزن قرآنه وقرآنه جزء من علمه أين يخزن في هذه الخزاء وخزنة لعلمه ومستودع لحكمته أين يستودع حكمته ما هو رسول الله ماذا كان يعلمهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كما في الآية الثانية من سورة الجمعة ومستودع لحكمته هي حكمة القرآن أين أودعها سبحانه وتعالى في قلوبهم وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده هم أركان التوحيد هم أركان التوحيد هم هم ما نحن نقرأ في أدعية شهر رجب في الدعاء المروي عن صاحب الأمر لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هؤلاء هم أركان التوحيد فبهم بهم بهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت وتراجمة لوحيه وأركان لتوحيده وشهداء على خلقه إلى آخر الزيارة الجامعة الكبيرة كما قلت لكم جننتني والله هذه الزيارة جننتني جننتني منذ أن كنت في العشرين من العمر جننتني هذه الزيارة هأنني جاوست الستين ومنذ أن كنت في العشرين قبل أن أكمل العشرين جننتني هذه الزيارة الجامعة الكبيرة وتراجمة لوحيه وماذا نقرأ أيضا في زيارة آل ياسين الزيارة التي بعث بها صاحب الأمر إلينا كي نستعرض عقائدنا بين يديه حين نزوره صلوات الله وسلامه عليه هكذا نسلم عليه السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه يا صاحب الزمان السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه هذا هو الترجمان وعلي حين يتحدث يقول هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان هذا هو الترجمان وتراجمة لوحيه هؤلاء هم التراجمة السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه كما في زيارة آل ياسين تلاحظون أن اللوحة تتكامل ما بين زيارات جامعة وزيارات مفردة ما بين خطب نهج البلاغة وكلمات أمير المؤمنين ما بين آيات القرآن ما بين الأحاديث التفسيرية ما بين كل ما جاء عنهم ألا لعنة على منهج مراجع النجف ألا لعنة على منهج حوزة النجف من كل ذلك يتضح لنا أولا صدق الأحاديث التفسيرية هذا هراء مراجع النجفي من أولهم إلى آخرهم في تكذيبهم وتشكيكهم لا قيمة له إذا أردتم أن تتصرفوا التصرف الحكيم فلا تلقوا به في كنيف المراحيط لأنه سينجس كنيف المراحيط ألقوا به بعيدا عنكم نظفوا عقولكم من أقوالهم وقداراتهم هذا الأحاديث التفسيرية الأحاديث التفسيرية صحيحة هذا أولا وثانيا مراجع النجفي ضالون بعيدون عن منهج آل محمد جهال أغبياء في أحسن أحوالهم ناقضون لبيعة الغدير وثالثا هذه ثقافة بيعة الغدير فقايسوا بيعتكم هل أن بيعتكم الغديرية المحمدية وفقا لهذه الثقافة ووفقا لهذه الموازين فإن لم تكونوا كذلك تعلموها تعلموا من هذه البرامج وادرسوا هذه البرامج وعاودوا مشاهدة واستماع الإعادات حتى لو كثرت وعودوا إلى الإنترنت نظفوا عقولكم بهذه الطهارة وبهذه النظافة وبهذا النقاء من حديث علي وآل علي ترجمة نانسي قنقر